اشتركوا في القناة السيارة هاي نادرة نشوفها في الشارع بالغالب شفناها بوحدة من اجزاء Fast and Furious لما كانت تنط من برج لبرج بصراحة هاي لقطة اللي خلتني ابطل احضر باقي اجزاء الفيلم وما تابعتهم السيارة هاي تعتبر واحدة من اسطول سيارات الشرطة من ابو ضبي طبعا كسيارات خارقة هاي السيارة مش بسيطة ابدا وطريقة الهروب الوحيدة منها هي دعاء الوالدين محرك 6 سيلندر 3700 سي سيت وينتر وبولدلك 780 سان وبيخلي السيارة بتنطلق من صفر لمية خلال 228 بالعشرة والسرعة قصة بتوصل ل395 كيلو متر في الساعة طبعا سعرها مش بسيط 3.5 مليون دولار تقريبا كل هذا الكلام اللي بيخوف كوم ولما تعرف ان السيارة فعليا من انتاج شركة لبنانية مقرها طبعا الامارات اسمها دابليو موتورز كوم تاني فورد انترسبتر يوتيلتي اللي رح تستغربه بانه تكون السيارة الاسرع في الاصطول الامريكي لسيارات الشرطة هي سيارة SUV السيارة هاي مقدمة من فورد تحت اسم انترسبتر يوتيلتي واللي خصصتها فورد للشرطة بشكل مباشر اي انها انتاج شركة فورد بالكامل بدون تعديلات خارجية تمتلك السيارة مواصفات خاصة مثل رادار وكمبيوتر وشعش كبيرة وجهاز اتصالات عن طريق الاقمار الصناعية ونظام التنبؤ بالتصادم وميزات تانية ولكن الاجمل هي ادائها محرك 3000 سي سي تيربو بولد 400 حصان بينطلق من صفر لمية خلال 5 ثواني ونص زرعتها القصوة بتوصل ل240 كيلومتر في الساعة طبعا السيارة تباع فقط لقطاع الشرطة ولا يمكن شراءها بشكل مباشر اما بالنسبة للسعر فسعرها التقديري هو 50 الف دولار في دبي يعتبر الاعتقال كمان برضو جزء من الرفاهية لما تعرف انه ممكن حظك يركبك واحدة من سياراتهم الخارقة وهي الG63 برابوس قدمت برابوس سيارتها المجهزة للشرطة في معرض دبي الدولي السيارات عام 2013 وتميزت بحتواءها على محرك VA 95500 سيسي قادر على انتاج قوة 690 حصان وعازم دوران 759 نيوتن متر وبتسرعة من صفر لمية بأربع ثواني فاصلة خمسة وسرعت القصوة وتوصل ل239 كيلومتر بالساعة فقط طبعا اذا ما عجبتك الارقام هاي فبدا اقولك ان السيارة وزنها 2 طن ونص يعني منيح منها انها بتطلع بهذه المواصفات اتميزت سيارة الشرطة طبعا غير عادية بعجلات اسمهم برابوس بلاتينيوم ايديشن مقاسهم 23 ونظام تعليق برابوس دايناميك رايت كنترول بأعددين طبعا مريح ورياضي كما انها بتتميز باللون الاخضر والابيض التقليدي لشرطة دبي سعر السيارة العادية منها ما يقارب الـ 250 ألف دولار BMW i8 كيف ممكن نحكي عن سيارات الشرطة وما نحكي عن سيارات الألمانية اللي تعتبر بلد سيارات القوة والفخامة الشرطة الألمانية قالت اخي غيرنا مش احسن منها وراحوا جابوا لك الـ BMW i8 وحطوها سيارة شرطة هاي السيارة مميزة تعتبر سيارة ذات اصدار محدود من BMW اللي ما انتشرت بشكل كبير رح تستغرب بس اقولك انه هاي سيارة تمتلك محرك فقط 3 سلندر بحجم 1500 سي سي ولكن مع دعم من محرك كهربائي بيعمل على البطارية واللي بولده مجتمعين 369 حصان بتتسارع من صفر لمية خلال 4 ثوانة ونص والسرعة القصوى 250 كيلومتر في ساعة فمن هلأ اذا كنت حابب تهرب فاتأكد انه هاي السيارة بيكونوا يا فاضي يا شحن يا بكونوا حاطينها على الشاحن كيا ستنجر جي تي اذا بتستغرب انه فيه كيا على القائمة فمعناها انت ما بتعرف عن السينجر واللي تعتبر اقوى سيارة من كيا ولهذا السبب اخترتها الشرطة الاسترالية اللي تكون من ضمن اسطولها السيارة رغم انها سيارة صالون يمكن بالنسبة للناس بيحكي لك اوكي سيارة مسكينة بسيطة لكن في الواقع تمتلك السيارة محرك 3300 سي ستة سلندر توين تيربو ولت قوة 365 حصان تنطلق من صفر لمية خلال 4.7 ثانية وصرعة القصة بتوصل 268 كم في الساعة اذا كنت حاب طبعا تعرف اكتر عن السيارة فبتقدر تشوف الفيديو لا تجربتي إلها من خلال الرابط في التفاصيل كابارو تي 1 شو بدك اسوأ من حط حرامي في بريطانيا عم بيحاول يهرب وبيتفاجأ بسيارة بتشبه سيارات الفورميلا 1 وراء هذا اللي ممكن يصير معك في بريطانيا بعد ما تعاونت الشرطة مع شركة اسمها كابارو طبعا هاي الشركة بتصنع سيارات خارقة لابتكار سيارة مستقبلية للاستجابة السريعة في الشرطة تعتبر التي 1 اللي بتعمل بمحرك V8 سعة 3500 بقوة 575 حصان تخيل يا جماعة على هاي السيارة الصغيرة هاي تعتبر واحدة من اكتر سيارات الخارقة بل ايضا الاكتر جنون حول العالم طبعا هاي السيارة بإمكانها تسارع من صفر لمية خلال ثانيتين ونص ومن الصفر للمية وستين خلال خمس سواني فقط سرعة القصب تبلغ 320 كم في الساعة بتوقع بعد اللي سمعته الكل فهم انه ما في مجال تهرب منها أبدا لكن يا جماعة دايما في أمل هاي السيارة مجرد نسخة واحدة فقط وهي للعرض برضو فعادي نيسان جي تي ار اليابان أرض السيارات والسوبرا والسكايلان والإيفو أكيد ما رح يأصروا باستعرات قدراتهم بسيارة شرطة خارقة ببساطة عندهم الجي تي ار هي أحد أسرع سيارات المطاردات في العالم واللي تبرعت فيها نيسان لقسم الشرطة في محافظة توتشيغي بمناسبة مرور خمسين عام على تأسيس مصنعهم هناك السيارة طبعا أشهر من نار على عالم محرك V6 سعة 3800 سي قادر على إنتاج قوة 572 حصان وعزم دوران مقداره 633 نيوتن متر السيارة مش قليلة جدا تتصارع من صفر لمية خلال 2.9 وسرعة القصة بتوصل ل328 كيلومتر في الساعة في حين أنه النسخة المدنية عندهم محدد سرعتها بس ب180 كيلومتر في الساعة طبعا قدمت الشركة لهنيسان نسخة تانية من السيارة إلى حكومة أبوظبي مرسيدس بنز برابوس روكيت برابوس روكيت هي نسخة معدلة من مرسيدس الـ SCLS واللي أنتجتها برابوس في عام 2006 حاليا وفي أرض السيارات الخارقة بألمانيا يحتوي أسطول الشرطة لديهم على برابوس روكيت وهي الدولة الوحيدة اللي تمتلك هاي المركبة زودت روكيت بمحرك تخيلوا اسمعوا الأرقام بس تمتعوا V12 ساعته 6300 سيسي قدر على إنتاج قوة 720 حصان وعزم دوران مقداره 1100 نيوتن متر وتتسارع من صفر لمية بثلاث ثواني فاصل اثنين وسرعت القصة بتوصل ل365 كيلومتر في الساعة في حين أنه السرعة المحددة الإلكترونية فيها بس ل350 كيلومتر يعني مش عارشوا فرقة معامل 15 مهم تكلفة السيارة الوحدة حوالي 400 ألف دولار مرة تانية يا جماعة بذكركم أنه هاي نسخة خاصة عشان ما حد يكتب لي هلأ بالتعليقات أنه عن جارنا أبو نبيل واحدة جابها بعشر تلاف دولار لامبورغيني هوريكان إضافة أخرى لأسطول الشرطة الإيطالية وليست كأي إضافة فهي لامبورغيني هوريكان بمحرك V10 ساعته 5200 سيسي قادر على إنتاج قوة 630 إحصان وعزم دوران 442 نيوتن متر بتتسرع من صفر لمية ب3.2 وسرعة القصة بتوصل ل323 كيلومتر في الساعة بتصور يعني سيارة شرطة خارقة وما في أمل أنك تهرب منها طبعا السيارة النسخة منها بتكلف 380 ألف دولار بوغاتي فيرون على عكس المجرم السيء الحظ اللي ذكرته في بريطانيا تخيل سعيد الحظ اللي رح يتم اعتقاله بسيارة تمنها مليون ونص دولار واللي تعتبر أغلى سيارة شرطة في العالم طبعا بأسطول دبي هاي السيارة غنية عن التعريف أحد أسرع السيارات في العالم السيارة عليها محرك 16 سيلندر ساعة 8000 سيسي عليه 4 تربوهات قادر على إنتاج قوة مقدارها 1001 إحصان أو بتتسرع من صفة لمية بي 2.5 وسرعة قصة بتوصل ل407 كيلومتر وحسب موسوعة جينيس فهي أسرع سيارة شرطة في العالم رسميا في النهاية إذا بدك النصيحة ففيك تكون مجرم في روسيا كونهم عم بيستخدم هناك سيارات اللادا ريفا كسيارات شرطة ففرصتك تهرب ركض كبير هاي كانت 10 سيارات شرطة غريبة حول العالم احكينا رأيك في التعليقات وشو فيه مواضيع حابين نحكي فيها في الفيديو القادم ولا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد